تتجه بوصلة قطبي الاقتصاد العالمي الصين والولايات المتحدة إلى إفريقيا فواشنطن تكثف مساعيها لسحب البساط من تحت أقدام بكين التي توسع رقعة نفوذها في القارة الصمراء آخر خطوات تلك المساعي جولة إفريقية تجريها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلين تستغرق أحد عشر يوما وفي حقيبة الوزيرة أجندة حافلة تستهلها بلقاء الرئيس السنغالية الذي يترأس الاتحاد الإفريقي حاليا في دكار وخلال اللقاء ستشدد ييلين على رقبة واشنطن في الارتقاء بالشراكة مع إفريقيا وزيادة التدفقات التجارية وفي المحطة التالية ستجتمع المسؤولة الأمريكية برئيس زامبيا وعدد من كبار المسؤولين الوجهة الأخيرة للوزيرة ستكون جنوب إفريقيا حيث ستتطرق ييلين إلى التعاون الاقتصادي ومشاريع الطاقة المتجددة كما يتوقع أن تعلن عن جهود مشتركة مع الدول القارة في ملف الأمن الغذائي وقطاع الصحة لمواجهة أي أوبئة مستقبلية وتأتي الجولة بعد أسابيع من قمة إفريقية أمريكية أعلنت واشنطن خلالها عن خطط استثمارية مستقبلية في القارة بمليارات الدولارات خطوة تهدف إلى مزحمة الصين اقتصادياً لكونها أكبر شريك تجاري رئيسي لإفريقيا والمستثمر الأبرز في مشاريع البنية التحتية هناك وهو ما أظهرته إحصاءات رسمية صينية بوصول التبادل التجاري بين بيكين والدول الإفريقية إلى أكثر من مائتين وأربعة وخمسين مليار دولار في عام 2021 ويقلق هذا التقارب واشنطن باعتباره سيؤدي إلى تعزيز مكانة الصين في ظل التنافس المحموم بينهما على الساحة الدولية